بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين ربي وإلهي يسوع المسيح من وادي زلال الموت وبيقاعه عم نصرخ لك أنت الحياة وأنت النور من قلب الخطيئة عم نصرخ لك وانت حمل الله حامل خطايا العالم من قلب مدينة أريحة اللي علت أسوار خطيطة وانحجبت على الآخرين بجبروتة وخطيطة عم نندهلك حطم فينا يا إلهي كل صنم وكل حائط بيفصل بيننا وبينك لأن حيطاننا مائلة ما بتوصل ولا ممكن نسند عليها بدون نعمتك اليوم يا ربي يسوع المسيح عم نمشي وراك مع مسيرة أجيال عم نتعسر على الطريق ومنسقط مثل ما سقطت أنت تحتقل الصليب عم نضعف بإغراءات العالم ومنغسل إيدينا مثل بلاطس على أنه نشهد لحيتك لأنه منخاف نخسر قيصر ووقات كتير منعلن أنه نحن منؤمن فيك بالسر لكن منخاف نقول هالشي بصوت عالي مثل نقدمه نجي لعندك بالليل لأنه ما عنا الجرأة نقابلك بنهار ونكون من تلاميذك ياريتنا اليوم يا إلهي نمتلك قوة المرأة اللي أجت لعندك بعز نهار لحتى تركع على أقدامك وتقبلن وتطلب منك الغفران بدموعة بصلاطة بقلبها ياريتنا اليوم عنا الجرأة لنطلع مثل زكا فوق الشجرة لنندهلك ولنشوفك ويصرخ لك كل نبضة بقلبنا منحب نشوفك يا رب ويكون جوابك ننزل لأنك هتمكس ببيتنا وحياتنا ياريتنا اليوم مثل متة لما منسمع صوتك منترك الميدة الجباية ومندعيك لوائمنا وياريتنا اليوم أكتر وأكتر مثل مريم اللي عدت على أقدامك واختارت النصيب الصالح ومثل أمك مريم اللي سمعت الكلمة وتأملت فيها بقلبها اليوم يا رب منحط بين إيديك كل شي رح ينقال خلال هالوقت اللي بتسمح فيه عنايتك وحبك لضعفي اشهد لمجدك اليوم يا رب حط بين إيديك كل مريض بحاجة لشفاءك كل حزين بحاجة لتعزيتك كل متعب بحاجة لراحتك كل قلب صغير ما بيعرفي حب وبحاجة لحبك ولكل مرة من ضيع الطريق لحتى نرجع للتأفيق أنت الطريق والحق والحياة أنت يسوع إلهنا ومخلصنا وربنا لكل مجد هلا وكل وقت ولدهر الداهرين أمي يسوع أنت إلهي حبك شافي الوحيد أنت حبيب نفسي أبدا يسوع أنت من أريد يسوع أنت إلهي حبك شافي الوحيد أنت حبيب نفسي أبدا يسوع أنت من أريد أسجد أمامك إلهي أعترف بك ملكي ها هي حياتي في يديك افعل بها ما تريد أسجد أمامك إلهي أسجد أمامك إلهي ها هي حياتي في يديك افعل بها ما تريد يسوع أنت إلهي حبك شافي الوحيد أنت حبيب نفسي أبدا يسوع أنت من أريد تعال واملك على قلبي أتوق إليك تعال ترنم لك شفتايا أحبك للأبدي ترنم لك شفتايا أحبك للأبدي ترنم لك شفتايا ترنم لك شفتايا روح يا watched エqual اقوال موسيقى كان يحبك تذكر كان يخل يديك اقوال والتعلم موسيقى يسوع الخناصي أردده في كل حين يسوع أنت إلهي حبك شافي الوحيد أنت حبيب نفسك أبداً مثل خير ونهار مبارك ووقات مؤدسة كل مرة بيكون الرب موجود فينا وبوسطنا وموجود من خلال عملنا اللي بيشهد لوجوده فينا ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات من خلال محبتنا بيعرف العالم أننا مسيحيين بهذا يعرف العالم أنكم تلاميذي إن أحببتم بعضكم بعض كما أنا أحببتكم بهالروح اللي بتخلينا نتجدد كل يوم روح اللي ترك الرب فينا معزي آخر بيذكرنا بكلام الرب الإله يسوع المسيح وبيهدنا كل يوم لمعرفة الحق ولنكبر ونبصل لمل إقامة المسيح وهذا مشروع كل إنسان نحو الأداسة والأبدية إنه يكون يسوع طريقه ومثاله وحياته وقلبه ونبضاته وهوى السماء وأرضه كترة في الأصوات مثل ما حكيت بالدعاية أو الإعلان تبها الحلقة صعب اليوم قدام الأصوات كلها اللي عم بتحارب يسوع بكنيسته بتعليمه بمبادئه بأخلاقيته بكل الأمور لتنزل من كرامة يسوع وتجعل يسوع كأنه مساوي لغيره ويسوع لا يساوي غيره إلا بمحبته لما نزل وساوي حاله فينا نحن الخطأ لكن يسوع هو الله والله لا يتساوي بشيء من الخليقة إلا بتواضعه لما قبل ياخد طبيعتنا ويصير إنسان من هون الكارث الكبرى لما منقبل أنه يسوع ما عاش الله طب وين المشكلة إذا كان يسوع نبي وين المشكلة إذا كان يسوع نبي خلينا نعيش بسلام مع أخوتنا الإسلام إذا ما قلنا يسوع الله وين المشكلة وين المشكلة إذا كنا عاشيين ببلد تاني لا بيقبلوا بالأنبياء ولا بيقبلوا بيسوع لا نبي ولا الله إذا كان مفكر وفيلسوف عظيم مثل اللي مرأوا مثل سكراط مثل اللي شو عرفني أفلاطون مثل أريستو مثل غيره وغيره وين المشكلة طالما منعيش بسلام وين المشكلة إذا كان تعليم يسوع بيعملنا شوية اشكالات منلغي نلغي من هون تعليم يسوع لأنه لم يركب على منطقنا. وهنا أريد أن يقول شغلة. يسوع لم أقوم علي عزار بالمنطق. ومرتها لم تفهمته بالمنطق ومريم. قالت له قد أنتاً. نقومه بالإيمان. بطرس لم يكن على الماء بالمنطق. ليس بالإيمان. العذرة لم أولدت بالمنطق. أولدت يسوع بالإيمان. وهنا ما تفلسفه ولم يوجد كذا. ولم يوجد كذا بالإنجيل لأنه لم يركب على العلاتهم. لأنه لم يكن على منطق البشر. ونحن لم نبشر بحكمة البشر اللي يطلبوها اليونان. ولا بأي يطلبوها اليهود. لكن بجهالة الصليب اللي هو خلاص لكل الناس ولكل البشر. من هون نحن وقعين بكارسة. لأنه ليس كذا ما كان يسوع الله. مدام نتوحد ونخلص بحروب الدينية. لأن يسوع بحياته كان سبب لحرب دينية. بتعليمه. بأخلاقيته. بمبادئه. هو اللي وصنا نحب أعداءنا ونبارك العينينا. لماذا يسوع المسيح شيء مرة كان حجر عصر قدام إنسان يقتل خيو الإنسان. أو كان سبب لحتى نحب حتى اللي بيقتلنا ولي بيسيئلنا. مثل ما هو غفر لللي صلبوه. لهيك في كتيرين يوم ما عاشي عجبون المسيح. لهيك اليوم مؤسف نلاقي كنايس بأوروبا عم تتهدم. كان بألمانيا اللي كان بفرنسا اللي كان بما بعرف وين بأوروبا كلها. عم تتهدم الكنيس والطفضة. وهيك اليوم. في أقلية بعد موجودة. بتسموه تأليديين. بتسموه مخارفين. بتسموه شو ما بكم نسموهن. ما أنا شيء غريب. يسوع صحيح كان سائر. بس يسوع ولما رسورته عملت سبب للناس تقتل بعضه وتتدابح باسمه. وما قبل حتى ملابطرس يحمل السيف ويدافع عنه. حتى لو نحن بعدين ادعينا أن نحارب باسمه بحروب صليبية أو غيرها. المسيح كان براءة مننا. المسيح لا يشجع على موت ولا على قتل ولا على انتهاك قرامة إنسان وحرمة حياته. من هم مع كل أسف اليوم. لا الكثير اللي بعد متمسكين بالمسيح. لا الكثير اليوم اللي لما يسوع بيسأله. لما ألاف الناس بتفل لأنه كلامه صعب. مثل ما سأل بطرس والرسول ما بتريدوا تروحوا انتو كمان؟ شو كان جواب بطرس؟ لأين بدنا نروح يا رب؟ وعندك وحدك كلامي لحياة الأبدية. طبيعي تلفزيوناتنا بيستثني القنوات الدينية. مش دايما هي قنوات بتبشر بالمسيح عد ما بهم الإعلان والمصاري والتجارة. ولا دايما لحوالينا بيبشروا بيسوع لأنه ما دايما كلام يسوع بيوافق تعليمهم ومصالحهم. ولا دايما نحن نمثل يسوع عايشين عم نستوى انتظار يسوع. مني أنا أول الخطأ وغيري 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 كلنا منعرف بعضنا. ولأننا دايما عم نعكس صورة يسوع بمجده. لكن نحن نتقاطل مع بعض. وبننهش بعضنا البعض. وبقول مربولوز كنتم بتنهشونا بعضكم البعض. فاحذروا أن يفني بعضكم البعض. لهيك نحن بكارثة لأنه ضيعنا كلمة الله. وكل حلوان أريد أن نسمع كلمة الله اليوم بصدق الإنترنت الذي نحن معبدين. لأنه صار هو معبدنا. وهذا الذي يجب أن نتحدث عنه نعبده أكثر ما نعبد غيره منه. نحن لا نعبد أساساً لأله. لكن اليوم نعبد الكمبيوتر. ونعبد التليفون. نتعبد لأله. لأنه هذا رفقنا دائم يدخل معنا على غرف الأكل. يدخل معنا على المغسلة. يدخل معنا على الحمام. يدخل معنا. حتى في الكنيسة يطنطن. حتى نسكت صوت الله والخور إلى أن نرى ما هي المخابرة التي أجدتها. نحن بكارثة. لأننا نسمع كل الأصوات إلا صوت المسيح. ونؤمن بكل الأشياء. نسمع خبر على الفيسبوك أو أي وسيرة التواصل. يدخل معنا على الفيسبوك. يمكن أن تكون إشاع. يمكن أن تكون سم. بينما يسمع كلام يسوع. لأنه يسوع بعد أول أولوياتي. وهذه النصيب الكبرى. ونقول لهذا الشيء. ليس لقى دين حدعب. دين حالي. أنا أول الخطأ. والكتاب يقول ما له أذنان للسماع. فليسمع عم يصرخ من جرح الروح. أبوه وين نحن يا مسيحيين؟ وين يسوع؟ شوفوا اليوم حفلة ما يستطيب الناس. وا كيف يصور الننج. شوفوا فيلم عن طرد الشياطين؟ وشوفوا فيلم عن حياة يسوع وإديس من أجل السماء. كيف يحضرون؟ شوفوا برنامج مبتزل. كيف ينهي حضور؟ وكيف ينهي دعايته؟ شوفوا إذا برنامج دينية. كيف يحضرون؟ لتعرف إذا كنت أحكي صح أو تحكي غلط. شوفوا أتروحوا أحفلة إذا يتعيروا الساعة لتخلص. وشوفوا أتجوا على الداة المسكين الساعة ومما يخلص الداة؟ تجيبوا شي لا تبينوا فيها كم تضعوا و تدينوا و كل شي لا تجيبوا مبين و تنعمل شي لأجل الله كم نحسبه لتعرفوا كم المسيح بعده بأولوياتنا من هون برجى ماكن و لا بدي اعتزل له المؤدمة إذا كانت عاسية لأن هذه الحياة التي أحسها وأعيشها بحياتي قبل ما أدين فيها لآخرين خلاصة وجيزة لتعليم الرب يسوع إنجيل الديس وحنة والفصل 12 والآية 44 فصاح يسوع وقال من آمن بي فليس بي يؤمن بل بالذي أرسلني سمعتوا مش أنا اللي عم بقول هالكلام يسوع ذاته عم بيصرخ اللي صرخوا من 2000 سنة وشوي للشعب اليهودي ولمحيطين فيه لما كان عارضنا بالجسد بعده عم بيصرخوا اليوم عبر اللي بمسلوه عبره كل إنسان عم بيصرخ لهم يسوع من آمن بي السؤال قديشنا من نؤمن بيسوع من نؤمن بخالق الذي يرى والذي لا يرى ومنعيش فقط للذي يرى منقول الأربان جسد الله وما منتهافت لأن نتناوله بس لو كان فرح شي مطعم جديد شو ما كان نوعي واجبت لك اللي إذا مميزة بشوف العالم أتلت بعضها لتروح لعنده لو بآخر الدنيا لما يحرمو حالون بينما الإداس مع إيماننا إنه جسد أبن الله بس ما نعمل شي لن نتناول شو فايدة الإيمان بدون أعمال الديس يا عبول أنت تؤمن حسن تفعل الشياطين تؤمن وترتعد فإذا الإيمان مش كلام الإيمان حياة الإيمان شهادة الإيمان نور لهيك يسوع والذي أرسلني إيماني بيسوع مربوط بإيماني بالآب وإيماني بالآب ويسوع مربوط بالروح الإدوس اللي بيقبله لا يدلني على يسوع يوصلني إلى الآب هاي مش لازم ننسيه أبدا ومن رأاني فقد رأى الذي أرسلني هاديش ناوات أم نفتش على الله وين هو الله يورجيني وجهه طلع بوجه يسوع بتشوف وجه الله طلع بوجه خيك بتشوف وجه يسوع طلع بوجه الفائد بتشوف وجه يسوع الجاية طلع بوجه المتألم بتشوف وجه يسوع المصلوب طلع بوجه المغفرة بتشوف وجه يسوع الصليب وطلع بوجه يسوع بالتجلي بتشوف لمحة من مجد إله السماء اللي بالسماء لهيك شو بقول يسوع لقد جئت إلى العالم أنا النور يسوع عم بيعطي حاله لقب من ألقاب الله أنا بيستغرب كيف بعد في ناس يسوع كيف يقول عن حاله يسوع مش الله أنتو عملتو يا مسيحية الله ما الإنجيل واضح الله نور السماوات ويسوع نور عم بقول عن حاله أنا نور لما بقول حاله أنا نور العالم عم بقول هو النور وهو عم بيحكي عن حاله هو قبل إبراهيم كائن كيف أنا بتفلسف عليه لكي لا يمكس بالظلام كل من يؤمن به وهون ما يعني الظلام إنه كهرباء قطعت أو ما في ضوء أو عايشين ببلاد ما بتبين فيها الشمس كل السنة مش هيد الفكرة الظلام منه من بره الظلام بيبتدي من هون لما بيغيب الله لما بيغيب الله هون بتظلم ولما بتظلم البصيرة وبسكن الظلامون بقول يسوع اسكن النور اللي فيك الظلام كم يكون مدلهما وعنداش بيكون هالظلام مقتل لأنه ما قعد بميز بصير بعيش لأنانية اللي عيش بالظلام ما بيقدر يشوف لوجه ولوجه الآخرين بصير بتحسس وجه اللي يقدر يحس فيه بيعمل هيك ليحس بتمه ليحس بلسينه ولما بد يشوفه واحد تاني بشوفه عم استوى حواسه بيلمسه لأنه مش شايفه إذا ما في ضوء وله هيك كل شي مربوط باللي بيشبه إذا حط إيده عشاخ ليه ما بتشبهه بيخاف منه بيشيل إيده إذا لقى نياب أو لقى شي بيخطئ بيبعد إيده ونحن هيك عايشين بالظلام واحده يسوع بنور بيصير بشوف الآخر بيشبهني لو اختلف اللون عني أو بالشكل أو بطريقة التفكير بصير بشوف يسوع موجود بالكل ويسوع بيدعيني اكتشف فضوره ووجوده بالكل لهيك من يؤمن بيسوع المسيح بيعيش بالنور أنا نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلام بل يكون له نور الحياة هو اللي أجل العالم لحتى يبصر اللذين لا يبصرون والمتكبرين وغرقانين بنور الظلمة لعالم ما بده نور يسوع فيعمل اللذين يبصرون وهنا بتذكر قصة مثل اللي بيشتغلوا كل الليل وبناموا بنهار أو بعيشوا لذاتهم بالليل وبناموا بنهار هدول ما نور الشمس بزعجون لأنه نور الشمس بيذكرهم بيضو نهار إنه نتعودوا يعيشوا بالليل تعودوا كل حياتهم مبنية مش عبول علي بيشتغلوا بالليل مضطر يعملوا لكل الزاتهم وحياتهم بالليل وبنهار ما بنعني لهم شي إلا النوم والكسر والخمول هدول كارثة لأنه هدول مثل الوطاويد بحبوا الظلام وبحبوا الكهوف بخافوا من نور الشمس ونحن كمسيحية ما هم نخاف من نور فلايك بولد يصبول استيقظ أيها النائم وكم من بين الأموات فيضيق لك المسيح نحن بنحب النور لأنه نحن أبناء النور وأبناء الحياة إن كان أحد يسمع أقوالي ولا يحفظها يعني يعيشها مثل ما كان عاشتها مريم اللي كانت تحفظ الكلمة بقلبة وتعيشها بيقول أنا فلست وأنا أدينه مش يسوع اللي بدين لأني لم أأتي لأدين العالم بل لي أخلص العالم لأي درجة الله بيحبنا ولأي درجة نحن متمردين ابتداء من هلأ الاتصالات ستكون مفتوحة أرقام عم تمروا قدامكم بلبنان وخارج لبنان الكلمة اللي رح نقولها أؤمن أنا يسوع ربي ابن الله خالي الأرض واستمع الاتصالات مفتوحة اللي كان بلبنان اللي كان من برات لبنان لمشاركاتكم بهالوات وأنا بغتني بمشاركاتكم وأراءكم وربنا يبارك الكل منتظار اتصالاتكم رح تابع التأمل لأن الله بيقولنا يسوع بإنجيل وحنة اللي نحن نتأمل فيه لم يرسل ابنه للعالم يدين به العالم بل يخلص به العالم وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغى أن يرفع ابن الإنسان لحتى تكون لكل بام في الحياة والحياة بوفرة يسوع بعلمنا لما حاول يحنى وخيه يعقوب ينزلوا نارا السامريين لأنه رفضوا يستابل يسوع فانطهرهم قائلا لستم تعلمان من أي روح أنتم ما يمشوح الله الله ما أرسل ابنه للعالم ليدين به العالم بل يخلص به العالم وكانوا يسوع بيدها الجملة دائما ما تخافوا أنا مان يجي لأدينكم أنا جي لأخلصكم أنا مان يجي لأحملكن الخطايا أنا جي لأحمل عنكم أنا مان يجي لأوجاعكم أنا جي أخذ الأوجاع عنكم أنا مان يجي لأموتكم نتيجة عملكن وأحكم عليكم وانحكمت بحكم بالعدل أنا جي أخذ موتكم لأعطيكم حياة أبدية أنا مان يجي لأشرلحكم فرحكم والسلولكم جي أبارك فرحكم الوقت بفرح أبدي مثل ما عملت بيقانا وجي أعطيكم لما بتعطشوا من مي تشربتوا منه ما بتعطشوا أبدا مثل ما عمل حساميرية وجي أعطيكم من نور لو انطفت كل إضاءات العالم ما بينطفى النور اللي فيكم لأنه أنا رح أكون فيكم وجي أعطيكم حياة بتغلب الموت وتغلبوا كل العالم لأني أنا اللي يلسكوا إني غلبتوا العالم وكلامي روح وحق والسماء والأرض بتزول وكلامي ما بيزول بكفل إنجيل فايزان هيدا يسوع اللي جاي يخلصنا قداما الحب العظيم شو ممكن نقدم نعد نتفلسك نعد نتزمر كل شي رب نعطينا عمله لخلاصنا والكتاب مؤدس بيقول للرب أي شيء يفعله الرب الكرم لكرمه ولما أفعله أنا وهدي كافية لتنتأمل إنه الله شو عمل لأجلك أنت اللي عم تحضر يا الحلقة هلأ ولا أجلك ولا أجلي ولا أجلنا كلنا سوا مع أنه ولا واحد منا مهما كان بعتحاله بار أو بتعتحاله بار أو الديسة أو الديسة ما بستاهل حب الله اللي يقدم مجانا أحبنا أولا ومات عنه فمن نبزني ولم يقبل أكوالي فإن له ديانه الكلمة التي نطقط بها نطقط بها الله فإذا ما بدي أنا ما أبدينه بس اللي بينبس كلامه الله وبرفضه يسوع بقول أنا ما أبدينه كلمة اللي نطقت فيها هي البدينه لأنه عنده الحقيقة وفضل للظلام لأنه عنده يسمع صوت الله وفضل يسمع أصفات العالم لأنه عنده الطريق الديئة لأنه فيها شوية الجهة تفكر يروح بالأكتستراد اللي نازل لنزول ولأنه فضل قيصر على يسوع أطلق لنا من برأبة أصلوب المسيح شو بعمل هيدا بار إنه أطلقته لست محبا لقيصر كأنه هالمأساة ما توقفت وبعدنا ما وعينا بأنه يسوع بيستاهل كل الحوض تابع ما تنسوا الاتصالات كمان مرة عم بطلب نسمع أصواتكم ومشاركاتكم الكلمة التي نطقت بها هي تدينه في اليوم الأخير بحي يجي يوم كل إنسان يوفر ضام الله وعلى أد ما بيعرف على أد ما بتكون مسؤوليته من أعطي الكثير يطالب بالكثير والأعطي القليل يطالب بالقليل واللي عارف ما شئت سيدة ولم يعمل بها يضرب كثيرا واللي ما عارف يضرب قليل فإذا مسؤوليتنا نحن المسيحيين كبيرة لأنهم نعرف كديش الكلمة اللي يسوع على واضحة وكديش عملة الديسين باللي أمنوا فيها وعشوا لأني لا أتكلم من نفسي بل الآب الذي أرسلني هو حدد لي ما أقول صوروا يسوع كإله كإنسان عم بيتمم إرادة الرب بحزافيرة اللي قال لي يا الآب عم بقوله وهو المساوي للآب في الجوهر لهك مربولوس بقول هو القائم في صورة الله لم يعتد مساواته لله حالة مختلسة بل لا شزاة وآخذ صورة عبد صائرا شبيها بالبشر باخد اتصال سلام سلام المسيح أبونا الله معك يا سامي أؤمن أنا بأنه يسوع المسيح ربي رب الأرض والسمح خالي الأرض والسمح أمين هللويا يا أبونا أهلا وسلام فيك يا سلام شو بدك تشاركيني أبونا بدي أقل أنه المقدمة كتير كتير حلوية وكتير للأسف مضبوطة من ناحية أنه البشر كتير كلنا سوا وأولون أنا أنه بعاد عن ربنا بأمور كتير ومنستهون كتير الأمور الإنسانية الحياتية اللي هي فانية إنما الأمر اللي هو أبدي ويلي هو خلاصنا منحس أن نحن نبعد عنه ما قلنا جلادي ما قلنا خاصية ما قلنا وقت منضيع وقتنا بأشي كتير مثل مثلا المسلسلات مثل الإنترنت مثل الأفلام مثل الأعدات والجلسات اللي فيها النميمة واللي فيها التزمر يعني في أمور كتير الإنسان بيعيشها وما بيحسها إلا وقت بيجي الوقت وبتل جرس بيدق تينتبه فمنطلب دايما من الروح القدس إنه يلهمنا وينور بصيرتنا وحياتنا ونفسنا إنه نحن نشوف قبل فوات الوقت قبل قبل ما الوقت يمشي ونحس إنه ما بقى نقدر نعمل شي لأن ممكن يجي كلص صارك ونحن ننخطف وما نعرف ما نقدر نخلص نفسنا يعني سامي أنا بشكرك من كل قلبي وسلام لوفي الله يسلام مرسي يا أبونا وأنا بدي ضيف شغلي على الإلتية بيقول أحد الكتاب المسرحيين والمشهور بيعمل مسرحية بخلال المسرحية فيها الحوار الغير بيكون بطل المسرحية عم بيموت وقعدين حوالي اللي بيحبوا أصحابه وأهله وعائلته بيصرخ هل أن فتحت عينيك قالوا له ولو ما كل عمرك أناك مفتوحة ليش هطول هل أن فتحت قال لون لأنه راح كل شي وبينقول أنه الإنسان ما بينفت حويني بالحياة إلا مرة واحدة هو عم بيموت لما بيعرف شو خصر لما فضل كل شي على الله ولما ساوم على الله سيروح عند الله إيديه فاضية وأنا مش عياخد شي معه شو بينفع الإنسان بيقول رب الزبح لعلم كله خصر نفسه ومع كل أسف نحن بيهمنا كل شي لو خصرنا الله وهذا المؤسف وهذا بيدحكي عننا بالمواضيع اللي جاي لما مثل ما قالت بالعيزة سامية يوم الأحد لما الله بيسكن بجيبتنا وبيسكن المال بعلبنا هون بتوع المصيبة لأنه مبعد كلام الرب يهمنا بأخد اتصال جديد ألو ألو مساء الخير مساء الخير أؤمن أنا بأنه يسوع المسيح ربي ابن الله خالق الأرض والسماء مين معي معك شفيقة ناصر شفيقة لو سألة فيك بس إذا ممكن تعلي شوي صوتك وأهلا وسألة فيك تفضلي أنا كنت ودي أقول لك ما تدي أقول أنه نعم أنه الله يقوينا والروح الأدوس يستغل فينا لحتى أننا نعرف نستعد لمواجهة ربنا نعم وقد ما فينا يعني مثل ما قيلت سامية قبلي أنه يعني نهتم بأمور بأمور دين أنا أكتر ما نهتم بأمور الإنترنت والتليفزيون والمسلسلات والكذا يعني ربنا يقدرنا الروح الأدوس يعطينا الحكمة يعطينا العلم الفهم التواضع يعطينا نعمة التواضع بنطلب منه بنطلب صلاتك يا أبونا صلاتك مقبولة و بدي تصليلي أنا عندي خمس سباب مجوزين الله يخليلي كن يا رب وتفرحي كل يوم وبيحفالي وصليلي لألهم أبونا الله يطول عمرك بتمنى شفي أشياء يوم تجمعي لتقدر تجمعي يوم من عائلتك لنقدس مع بعض ونطلب بركة الرب علينا كلنا كي من ظهور زحلة أنا من زحلة من البقعة أهلا وسهلا فيك أنت وأهل البععة كلهم طيبين نظري قليل ما بقدر أطلع مرات البيت الله يحميك ومارسي كتير يا شفي أشكرنا بصلاةك أبونا الله معك بدي أرجع أذكركم قبل ما نتابع بأنه ابتداءا من هالجمعة الصلاة بتكون بكنيسة الملاك رفائيل كل يوم جمعة الساعة سبعة عشرية مثل العادة بنرجع بنسترجع لإداس بمطرانية الكلدان كنيسة الملاك رفائيل كل جمعة سبعة عشرية وبدي أذكركم بين الأداس ببترون مثل العادة كل أحد الساعة عشرية بنرجع من تابع الأداس والبرنامج اللي هلأ عم نشارك فيه لولقاء مع يسوع بينعاد بسه لأنه سألوني يوم السابت الساعة واحد ونصف أو تنتين بتوقيت لبنان بينعاد الحلقات وعادة تابع التأمل على أملكم في اتصالاتكم كمان تكفوا المشاركات يسوع بقول أن الآب الذي أرسلني هو حدد لي ما أقوله وما أبشر به فإذا شهادت يسوعي شهادت الآب كلامي ما من عندي بقول كلامي الذي أرسلني إذا يسوع ما زايد على كلمة الآب هو المساوي للآب في الجوهر هو الذي به كل شيء كون هو اللي بدونه ما كان شيء واحد من ما كون هو اللي جعل الآب كل شيء في سلطانه هو اللي عنده سلطان الحياة ما زاد شيء على الآب لأنه الآب هو الملع بيجي أنا أو أنت أو أنت أو أي واحد فيكم بيزايد على كلام يسوع وبيعمل حاله بيفهم أكتر منه وتلقائية مجرد عم تزايد على كلام يسوع أقول أنا بيفهم أكتر منه يسوع أنا بيفهم أكتر من الله الآب يعني بيفهم أكتر من الخالي يعني أنا بيفهم أكتر من كلهم وأنا صرت حاسة حالي محاول الله وما في حدا بحاسة حاله محاول الله وبيبقى إلا بيقشط صار شيطان جديد مثل ما صار لوسيفير لما حاول يعقارن نفسه بأله لا حدا يقارن بيسوع ولا حدا بيطلع فوق يسوع ولا حدا بيفهم قد يسوع ولا حدا بيقدر يكذب يسوع بالنسبة لألي عدوني أهبل عدوني مصطول عدوني بتكون يوسع إيماني لا أزايد على يسوع ما بيقدر بعيش كل كلامه باعترف أني خاطئ ومأصف بس هذا مش معناته يسوع كلامه صعب لعيش معناته أنا بعد يمتسك بأمور كتير ما عم بيبقى تخلى عنا لاجل يسوع ويسوع محترم حريطي هاي اللي لازم نفهمها لك ما نزايد على كلمة الله بترجاكن ما حدا يزايد على كلام يسوع وما حدا يجي إلي يا يا أبونا لو يسوع اليوم كان موجود اليوم كان غير هالكلام لو يسوع كان موجود اليوم ما كان قاله كان قال شي تاني اللي عم بيتفلسف عليه وبيحكي هالكلام معناته لأله فهمان يسوع لأنا وقريان اللي نجيك لأسوع لما يقول كلامي حياة أبدية السماء والأرتزولان وكلامي لا يزولان يعني بيحكي عن هالزمن وكل زمن لما يسوع الكلامي كلام الله كلام أبدي كلام الله ما بتغير حسب الوقت والتوقيت ولعننا نحن الله بنزل شو بيغير رأيه بعد الوقت كلام يسوع كلام سابت السماء والأرتزولان وحرف واحد لا يزول حتى يتم الكلام لكن بترجاكم ما حدا يجي يعملي معلمي علي ويعمل حالي علي يعمل معلم مش مشكلة كلكم تفهموا أحسن مني بس يعمل حاله معلم على يسوع يسمح ليها كتير كبيرة وكتير صارت واسعة انه يصير اكبر من يسوع واكبر من الله بفهماته ومين هو الانسان ايوب بيوم الايام اتفلسف على الله واخد حصته لو تكلمت بما لا اعلم اما الان فان عيني قدر اطقى وشو بحكي وانا طراب ورماد حجلة فلسفة الله يسوع بساطة يسوع علمنا بيعطي نعمته بشكرك يا بي رب السماء والأرض اخفيت ذلك عن الحكماء وكشفته للاطفال وللودعاء هذا يسوع اللي علمنا ونحن ما منزايد عليه والعلم بدون محبة ينفخ والمحبة تبني فيه اتصال الو الو مساء الخير الو مساء الخير ازا بسمعني عبر جهاز التليفون مساء الخير مساء الخير ابونا سمعني سامعك يا وفي بس علي صوتك اؤمن انا بانه يسوع ربي ابن الله خالي الارض والسماء تفضل يا وفي الو وفي اذا عم تسمعني انا سامعك تفضل انا ابونا جورج بكر ابونا جورج الله يباركك يا رب من وين بتحكيني ابونا جورج من قاهرة اهلا وسهلا فيك ابونا جورج تفضل كل اعزاب مصغي بس اذا فيك بس تعلي شوي صوتك اذا بتريد طيب اه بعيدا اوضروها الله احنا بنتكلم فيه نحر اوزي اني هطلو منك صلة خاصة لربيح وكاتريل اللي رايح اتللهم نعم لهم الجمهة الو الو نعم عب اسمعك ابونا بس الاتصال كتير مش واضح الصوت تفضل بنقطع بعتذر ابونا جورج اذا بعدك بتتابعني على التيفي حاول مرة تاني بكتلع الصوت اوضح وان شاء الله بنلتقى انا مبسط ان اسمعت صوتك اليوم بعد اخلك ان شاء الله بنلتقى وربنا يخلي لنا ياك ويحميك يا رب برجع باخد التابع التأمل على امل تتواصل الاتصالات للوقت المتباقي فاذا كنت عم بقول بترجاكن ما حدا يعمل حاله معلم اكتر من يسوع المسيح ولا حدا منكم اقوى من يسوع المسيح ولا حدا منكم موجود قبل يسوع المسيح ولا حدا منكم بيبقى وانا اول كن للابد لو لا تعلقنا بيسوع المسيح بدوني لا تستطيعون ان تفعلوا شيء اي بدنا نفهمها وبدون ايامة يسوع ما في حياة ابدية كنا طرابو الى الطراب نعودنا نفهمها وبدون يسوع المسيح كنا نطرنا مصير التعتير لو لا خلاص الله اللي تجلى بيسوع ولولا يوم في بقية باقية عم بتصلي متل ما كان في بقية باقية عم بتصلي كانت خربة الدنيا ولازم نشكر الله على هالباقية اللي ما منعرفها اللي عم بتصلي وبفضل صلاته ومسبحته لامنة مريم وصلاة يسوع وكل هالصلوات اللي عم تتصلى وعم ترتفع كل بخور امام الرب ما كنا اليوم موجودين عوج الارض كنا احترقنا بخطيانا وبكل هالشاء اللي عم نعمله من السيئات نشكر يسوع انه موجود بحياتنا ونشكر يسوع انه هو حياتنا فيه اتصال سلام المسيح ابونا المرة دي وفي شفت شبهتك بالابونا جونج في مصر ما ضيعت كثير اتنينتكم من مصر نعم نعم يا ابونا من قمة الدنيا الله يعويك الله يعويك يا ابونا سمعتني من الاول وفي طبعا طبعا مؤدمة شو رأيك وشو بدك تشاركني اكيد المؤدمة جميلة وانجيل يوحنى فاق الجمال بيجسد حقيقة الرب الالهية بنواحي فائقة الجمال جدا يعني الرب انا هو النور والحق والحياة انا في الاب والاب فيا وانا والاب واحد انجيل يوحنى من اوله الاخره يعني فعلا لو الواحد قعد بس يعد يركز فيه ويقضي فيه كل الساعات ما اجمله ما اروعه انا عايز اقول حاجة زويرة تأمل انه ربنا هو النور النور العظيم وهو اللي بيصر علينا بحنانه العجيب ومحبته اللي هي بلا قياس وبلا حدود بقى دائما الصهر ولا يخفل ولا ينام ولا ينعص مثل ما بيقول المزمور بقى قصة صغيرة انه كان فيه اتنين اخوة واحد منهم كان الان كتير 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 وعنده مشاكل كتير بقى بيشوفوا خيوه انه بالليل عم بينام وهم مرتاح يسألوا انت ازاي بتنام بالليل ومرتاح ورايق وفيش بالك حاجة قالوا ما هو انا وهو ما ينفعش احنا الاتنين نسخر بالليل بقى هو بيضل صهران وانا بنام بقى هيدا هو الرب اللي بيضل صهران علينا كل الوقت نحنا محتاجين نفتح يوننا ونشوف هالعظمة هالحب هالرحمة الالهية هالحنان هالعناية بقى الله يقويك وفيه قبل ما تسكر الخط بالديسركسوال شو رأيك باللي كنت ابقوله عنه هالشخاص بيجي بقوله لو يسوع اليوم كان محلنا كان عمل هيك كان غير كلامه ما كان قال هيك ما كان سوا هيك لما عم نقول هالكلام مش معنات عم نتخطى بس يسوع عم نتخطى حطى الله الآب وعم نحطهم كلهم نحن ما عادوا يفهموا أدنى طبعا طبعا يا ابونا يعني أنا عايزة أقول أنه الله يفتح عيونهم وينور قلوبهم ويكشف ليهم حتى هم كمان يعينوا المجد ويخلصوا بيسوع المسيح أمين أمين يا رب أمين الله ينور عيون الكل قلوب الكل وأولهم أنا أكيد صلنا اتنين يا وفيما أنا يوم الأحد لما عملت العزة كنت أنت هيك عم توحيلي لحتى تطلع ريت حيوة أبونا نحن أنت البركة نحن المحتاجين كل الوقت لا لا ما كلهم قالوا لي قالوا لي من استوحيت العزة ما بين نهر الأردن وبين المسيحيين اليوم بقلت لهم كده أبطلع بي شخص هو كان يدلني أنه قديشني أنا بشباه نهر الأردن هدم حبتك وبركتك الكبيرة التي بلى حدود الله يخليك ويدي مكهورة من تابع لأمل إذا في اتصالات تتواصل فإن يسوع قالوا أنا ما تكلمت من نفسي الأب هو أحدد لما أقول وما أبشر به ولهيك ما ربوله سؤال تبشير محصور بكلام الله ما منزيد عليه ولهيك بقول أنا ما جيتكن إلا باللي هو عاشه واختبره مع يسوع المسيح وخبرته مع يسوع بيقول هو اللي تعلم مع الكنيسة عاشه مع الرسول عاشه مع الرب عاشه مع بطرس عاشه مع برنابة لك بقول مبشركم ملاك من السماء بخلاف ما بشرناكم فليكن مبسلا فإذا في كلام يسوع له الأولوية يسوع هيك قال يسوع هيك علم يسوع هيك فهمنا ويسوع هو مرجعنا وبدون يسوع إحنا منضيع بدونه ضايعين بلا طريق يعني ما في طريق للسماء لا أحد يمضي إلى الآب إلا بي يسوع واضح أنا الطريق والحق والحياة ما حدا بيدخل على الحظيرة إلا عبر يسوع هو باب الحظيرة ما حدا بيصعل خلاص إلا براعي صالح أنا الراعي الصالح اللي بيأخذ خرافه للحياة وبيعطي الحياة والحياة بغفران وبيعرف خرافه بأسماعه ما يجي حدا يحط لي حاله محل يسوع لأنه ما حدا بيعادل يسوع لا حدا أبدا ولا حدا بيقدر يكون كرام بمقدار ما بيشبه يسوع وبيدل عليه بس ما بيأخذ محله لكن كتاب يقول أن الله لا غيور لا يعطي مجده لأحد بأخذ اتصال أهلو أهلو مساء الخير أبونا مساء النور أؤمن أنا يسوع ربي خالق الأرض والسماء أهللويا أبن الله خالق الأرض مين معي؟ نادية من ألمانيا نادية الله يباركك ونفرح نسمع صوتك كل سوء سمعت البرنامج من أوله نادية أكيد أبونا مقدمة رائعة وأنا أتعجب شون نقدر نقول يسوع هو مو ابن الله لأن يسوع من سأل تلاميذ الرسل قالوا من تقولوا من يقولون الناس أنا من أنا واحد قالوا إيلي لقالوا يوحنا يريمنا بطرس قالوا أنت المسيح ابن الله الحي شهادة من الرسل جاوبوا يسوع قالوا هذا مو أنت الروح اللي هو الوحى لك من أنا أكون فمستحيل نقدر نساوم على هذا الموضوع ونقول يسوع مو ابن الله برأيك يا نادية لو وقفتك ما في ناس اليوم بتساوم بتجيبت لنا حاجة تقولوا يسوع الله وتعملونا مشاكل قولوا نبي يسوع إذا أنا مسيحية حقيقية مو مسيحية حياة الله شون أقول يسوع مو ابن الله مو الله يسوع أو بيجي إسكوب بيقول عايش بيبقى حد البلاد اللي فيها نظام مش مسيحي دخلين نقول نظام إسلامي ممنوع التبشير بقول شو المشكلة إذا نحن ما بشرنا وعشنا بسلام بيقدر المسيح أنا أبونا أنا جادم أشهد للمسيح أنا مسيحية بيقدر يكون مسيحي بلا بشارة نعم بيقدر المسيح يعيش وما يبشر بإيمانه وحياته بيسوع أنا خلقته حتى أبشر بيسوع فإذا نحن يا ندا قديشنا اليوم بحاجة أنت وأنا وكل اللي عم بيشاهدون هلأ أنه ندع على صدرنا لأنه ما عم نقدر نحب الله جزء من مليارات اللي حبنا هو فيها إذا أنا نحكي أرقام وعديش هو عمل خطوة كبيرة لما نحضر من مجد السماء والتي بتحمله الملايكة وبتصرخ قدوس قدوس ربو الصباؤوت لنصرخ إرفعه وأصلبه لأجلنا ونحن ما عم نستقدر نعمل خطوات بسيطة لأجله أنا ما بيحكي بأوروبا وألمانيا لأنه وقت فيه ناس بيسألون أبونا الكنيسة كتير بعيدة شو ما نعمل خلينا أبونا اللي يريد يروح يروح وما بيجو بقى تسوك اللي يريد يروح للكنيسة يقدر يروح لأن الكنيسة موجودة كل أحد وأكو ترجمة للغة يعني القداس إذا كان بالألماني أكو ترجمة بالعربي أكو الكنيسة العربية اللي يريد يروح للكنيسة أليلويا أي أبونا أنا بديش دكتوري شي بعيدة أوكي أبونا شكرا لك أنا بشكريك وسلم كتير عجاوزيك وقالله يوفقكم بمحبتكم للرب وشكرا لك تابع بالوقت المتبقي فإذن بهالمقطع من الإنجيل فإذن وأعلم أن وصيته حياة أبدية إن أحبني أحد يحفظه وصياي وأبي يحبه وعنده نأتي ونجعل مقامنا هذا كلام الرب وصيت الله حياة أبدية لأنه نعيش مع الله خلاص وتذكر أن الإنسان لما كان مع الله بالسماء ولما كان يسمع لأله كان أقوى من المرض وأقوى من الموت وكان ما بيعرف الخطيئة وكان الخليئة كلها خاض على إله هذه هي وسيط الله والحياة لكن لما تمرد على إرادة الله صار سمر الحياة والموت والتعب والطبيعة وقفت ضده وكل شيء يعكس وحتى جسده تسار عليه لهيك الديسين لما كانوا يتصالحوا مع نفسهم ومع الله ترى يصيروا على الطبيعة مثل مار فرانسيس اللي يعود يحكي مع الحيوانات ومع الحشرات ومع النار ومع كل شيء لأن صار في صداء ردته صار ترى الخليئة صورة تجلي أبناء الله نحن اليوم إذا ما نعيش في وسيط الله رح ناخد أكتر مش تهديد لأنه بدون النور نحن نعيش بالظلام بدون الصحر نعيش بالمرض بدون الطهارة نحن نعيش بالوساخة بدون النظافة نحن نعيش بالجي لهيك نحن بدون يسوع كارثة أنا كيف بدي حب أخوه لألي ما شفتوني مرة وشافوني مرة وسمعوا عني لو ما يسوع فينا لهيك أنا بدي بشعر لما إنسان بعيش يسوع المحبة بتطلع صادرة من قلبه ومن حياته وما أكتر اللي التقيت فيهم كان بلبنان كان بأستراليا كان بأميركا كان بكندا كان بأوروبا كان بوطن عربي محلمة يا ربنا ردني أروح هالمحبة صادرة من قلبه تخلينا نحس فعلا ونعيش ونقومين بأنه يسوع بعد مستمر عمله عبر هالأشخاص فما أقوله وإذن أقوله على حسب ما أوصاني أبي بهالكلام نهى الرب هالمقطع من حديثه قبل ما نروح لأبي العيد الفصح ولا رتبة الغسل رغم أنه نحن بعدنا قريبين صرنا من زمن الصوم بس نحن نمشي مثل ما قلت مرة الماضية نحن نتبع الإنجيل الذي كنا بدأنا فيه قبل ما سافر إلى أستراليا أو نتابعه لحتى يكون فعلا نمشي نخلص هالفصل أو هالمقطع أو هالجزء من إنجيل الديس يوحنى الحبيب أو الرسول قبل ما إنهي ونعمل صلاة أريد أن أذكركم بأنه لقاءنا مع اليسوح ولقاءنا مع بعضنا لبعض لهذهك بشكر كل اللي يتصلوا وبحمس اللي ما يتصلوا يتصلوا بالمرة الجاية بحمس اللي بفعلا بيحبوا يشهدوا لإيمانهم هذا الوقت اللي فيه نشهد لإيماننا إذا ما لتقنا بالجسد لأنه في مسافة خلينا نلتقى حول كلمة الله بعبر الوسيلة النور الشارع أو نورسات أو أي قناة الدينية بنتواصل فيها لأنه نتخطى المسافات باقتصال ما بيكلفنا كثير من الجهد بس بيوصل صوت الله من عبرنا وعبر اختبارنا للآخرين بدي يشكر الرب عكل اللي نعمل عم بيسكب عليكم وعلينا كل لحظة من حياتنا وبيدي صلي معكم قبل ما صلي بدي يرجع أذكركم بأنه يوم الجمعة بيكون نرجع من نسترجع يوم الجمعة الساعة سبعة بمتخنية كل دان بالحزمية والأحد الساعة عشر بكنيسة يديسين بطرس وبولوس بالبترون وبيدي يصلي معكم اللي حابة بيتتبع كمان بأنه في البرنامج الثاني اللي عم بيعرض عن ورسات صباحيا تسعة ونص تأمل وعشية 12 إلى 5 قبل المسبح كمان ببرنامج عبره من قصة اللي رح نرجع نسجل حلقات جديدة مع برنامج صح أو خطأ اللي ان شاء الله بيعرض لك خليني انهي بصلاة ونطلب بركة ربنا علينا كلنا سوى هو الحاضر بحياتنا وبعالمنا ونقله مع بعضنا كلنا سوى بقلوبكن بحياتكن اليوم بعترف أنا مع بطرس بيروحك للدوس بينك المسيح ابن الله مخلص العالم اليوم بمشي وراك وبندهلك يا ابن داود ارحمني اليوم بوقف قدام صليبك مع مريم ومع يوحنى لحتى اشهد بانك انت ابن الله البار وكل الأمور اللي عملت عملتها لخلاصي اليوم بدي يروح على العبر وابكي خطيتي واسترجع حياتي بأيامتك اليوم مثل الرسل بدي انترك بخوفي وقلقي تتقيم عني كل خوف وكل قلق واليوم بدي طلع فيك انت اللي عم تصعد للسماء وطلع بعلبي لأشوفك انت اللي جعلته امتداد للسماء وبدي يقولك يا رب لأرض والسماء بارك كل اللي حضروه وشاركوا بها الحلقة بارك اللي ما اتصلوا او اتصلوا ما قدوا يتابعوا لسوء الخط بارك كل كنيسة برعاطة كل بيت بيقل ساكنين فيه بيق الام الولاد كل احفاد كل بيت وبيكل بلد بارك كل الوجوه اللي حطيتها بيدربي بالايام السابقة بلبنان او باستراليا كل واحد بيقسمو كل واحد بيقسمو حياتا هنن اللي كانوا لقلي متل ما كانت لك برونيكا ومتل ما كان لك سماعن الخيرواني ومتل ما كانوا لك النساء اللي بكيوا عليك انت مخلص بيدي حط بين ايديك اللي التعيد فيهم بامري كل اللي التعيد فيهم بأوروبا كل اللي التعيد فيهم بعي مكان بهالأرض لا تكون منك يا رب وانت المستجيب تكون لك المريض انت الشفاء لك الحزين انت المعزي ولك الناطر انت الجواب ولك المجرب انت الانتصار وباركنا يا رب بنعمة روحك للدوس اللي مريدت رفقنا كل الايام وكون بنعمتك مع الله الاب اللي ارسلك والروح ساكن فينا وبيصلي بانات لا توصف وشفاعت امنا مريم مع كل الديسين بركة حياتنا وايامنا لك كل المجد يا رب المجد هلأ وكل وقت ولدهر الداهرين امين 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 مخصص